النهاردة ونعرف أبرز الأرقام والإحصايات عن مباراة اليوم النهاردة أيضاً النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جداً بكرة في الدور قبل النهاية مباراة وفاق سطيف لعبنا المباراة الأولى هنا في مصر انتهت بفوز النادي الأهلي بربعية لكن رسالتي بقى لعبت النادي الأهلي دي مباراة نهائية مباراة في الدور قبل النهاية النادي الأهلي أهدافه كبيرة جداً وخاصة الجيل الموجود دلوقتي والجهاز الفني النهاردة الناد الأهلي ربنا أكرمه وخاد البطولة دي هتكون المرة الثالثة على التوالي فإذا الجيل ده بيكتب تاريخ كبير ويسطر تاريخ من دهب في تاريخ كل لاعب أهداف الناد الأهلي كبيرة وطموحات الناد الأهلي كبيرة علشان بكرة لازم لعيد الناد الأهلي تاخد الجدية من أول ديها في المباراة عايز أنسى أن أنا أكسب وفاق سطف هنا في الكاهرة أربعة عايز أبتدي المباراة بكرة كأنني بلعب المباراة وأنا متعادل مع وفاق سطف في مصر صفر صفر لازم ده ليوصل للعيبة وده فعلاً اللي قاله الجهاز الفني مستر موسيماني وحريص عليه أنه دايماً يقولوا للعيبة خلال التاريخ أربعة تيام اللي فاته الناد الأهلي لعبته وكل المسؤولين فيه أغلاقه خلاص صفحة مباراة النهائية ومكان المباراة كل الحديث دلوقتي عن المباراة المهمة بكرة للناد الأهلي وفاق سطيف وفاق سطيف فرقة محترمة فرقة محترمة جداً ودايماً الكرة الجزائرية مباراة الناد الأهلي مع فرق شمال أفريقيا وخاصة الفرقة الجزائرية بتكون مباراة قوية النهاردة فيه درس كان قريب في كرة القدم ريال مدريد ومانشستر سيتي وشفنا كلنا المباراة وإحنا كلنا قاعدين لديها تسعين كل الناس قالت منشستر سيتي صعد لكن كرة القدم ما بتعترفش غير بالتركيز لآخر ثانية علشان كده رسالة لعيبة الناد الأهلي بداية المباراة بكرة مهمة جداً 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 البداية في التركيز البداية في الكرات المشتركة البداية في الضغط البداية في الاتحامات البداية في التمركز الصحيح ده دور اللعيبة الكبار داخل فريق الناد الأهلي ما شاء الله عندنا لعبة خبرات عندنا محمد الشناوي عندنا قليل دانج دلوقتي اللي بقدم مستويات رياع حمد فتحي عندنا علي معلول عندنا محمد شريف اللي رجع بهدف رائع المباراة السابقة والمعنويات مرتفعة عندنا لعبة كويسة علشان كده دوافع النادي الاهلي بكرة كبيرة موسيما يحريص ان يقول الكلام ده للعبة خلال الفترة فاتت ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ ان المباراة لسه ما انتهتش الرسالة دي يعني وصلة لعبة النادي الاهلي لما تشوف النهار ده حتى مجلس الادارة تشوف معاه هناك الأستاذ العاملي فاروق الدكتور محمد شوقي الأستاذ طارق أنديل الكابتن حسام غالي اربعة من مجلس ادارة النادي الاهلي موجودين مع مجموعة النادي الاهلي في مباراة المهمة طبعا تعذر صفر الكابتن محمد الخطيب لبعض الالام في ظهره فعشان كده النهار ده موجود اربعة من مجلس الادارة ده يبين اهمية المباراة كلام الكابتن محمود الخطيب للعبة النادي الاهلي ورسالته المهمة ليهم قبل الصفر وقال لهم ان احنا مصعدناش فعليا احنا ليسا مصعدناش مباراة خدنا فيها خطوة مهمة لكن على الورق لسه النادي الاهلي مصعدش دي رسالة مهمة جدا ومبارح الكابت المحمود الخطيب كمان والنادي الاهلي قفلوا حتة ملعب المباراة النهائية احنا ليسا ما صعدناش فعلا علشان كده بقولي التركيز مهم جدا ربنا يوفق موسيماني ان يحط التشكيلة المناسبة لمباراة بكرة كمان التغييرات على حسب ظروف المباراة عودة محمد عبد المنعم برضو عودة مهمة جدا واحد من الاساسيين في دفاعات النادي الاهلي عمرو السلية على حسب ظروفه هنشوف اذا كان هيكون موجودة لا ده رأي الجهاز الطبي لكن ان شاء الله هو موجود مع الفريق وهناك بيعمل العلاج الطبي المنظومة كلها انا شايف من الصور اللي بتعرض في قناة النادي الاهلي والفيديوهات اللي احنا بنشوفها من البعثة هناك فيه تركيز كبير جدا للعابة النادي الاهلي وايضا الجهاز الفني وهنا مش هنتكلم عن النهائي احنا لسه النادي الاهلي ما صعطش كل تركيزنا وكل كل كلامنا ان شاء الله اللي هنفرد له برضو مساحة بعد الستوديو التحليل النهاردة مع ضيوفي كابتن محمد حشيش والدكتور احمد سابت هنتكلم برضو النهاردة جزء ازاي الوفاق السطيف هييلعب وازاي النادي الاهلي هيواجهوا لاستعدادات وكل الكلام ده هيكون معنا في التحليل الفني في نهاية الستوديو التحليلي ولما نصعد ان شاء الله بإذن الله نتكلم عن ملعب المباراة والنادي الاهلي ما بفرطش في حقوقه نتكلم بعد كده فيه عن المباراة النهاية نروح نشوف المؤتمر الصحفي وابرز ما قاله موسيمانيا المدير الفني لنادي الاهلي وايضا كابتن محمد الشناوي كابتن فريد النادي الاهلي عن مباراة غدا امام وفاق السطيف في الدور قبل النهاية